نحكيو على شنو اللي ساير في العالم لقاء اردوغان بوتين اللي هو لقاء مهم للغاية شنو ساير في افريقيا قمة المناخ في كينيا وتونس في كل هيدو لكن خلينا نرجو لمشكل الأحزاب اليوم اللي قاعدين نشوفوا الفيسبوك هو اللي وري فينا في كل شانت حكيت على جمهورية الفيسبوك في اللي ديتو متاعك اليوم في جارية الصباح وقلت مش فقط السلطة معنية بأنها المعطيات الكل موجودة على الفيسبوك كل يوم ما يجري داخل الأحزاب زيدا نشوفوا فيه على قارعة الفيسبوك والتسريب ضد تسريب وكلمات وحاجات سمعناهم لحقيقة خليتنا لكلنا حاجات مكنش ننتظرهم من بعض الأشخاص الكلام اللي سمعناه على الأقل إيس أنتي تقصد تسريبات اللي سارت بين منظر لونيسي وشارة زاداكيشة الحقيقة علش ما كنش نستنيه علش اللي ريناه في السنوات الأخيرة وسمعنا حاجات وورينا حاجات أتعس يعني الحقيقة بش نعطيهم معنتها من الوقت وإنك بش ترجع لتا وتحكي على تفاصيل التفاصيل متعادة هذات الناس تكسر في عظام بعضها هذو ما الناس تشبت في مسار النبعض ما عندهم مصالح عندهم مصالحهم وكل واحد دات أي ما أنت يضرب على الدرابو كل واحد ما أنت يخرجني شارة زاداكيشة متواجدة في مكان ما من العالم تقول تعمل في كتاب وبش تخرج كذي والونيس يقول ما قلت شو ما تكلمت يعني هذي المعركتنا أحنا عليش قطلك من لور ران وصلنا جمهورية الفيسبوك يعني أحنا هذي معركة تونس اليوم اليوم أنت تعرف اليوم بلادك وينماشية أنت تقول غضوة شنو مستقبل ولادي العودة المدرسية كفيش مش تكون تعرف مريم صدقني اليوم كنشوف البحيرة عصباح بالطريقة هذيك والزبل والمكدسة مع أنت في قلب العاصمة وفي قلب البلاد قلبك يوجعك على تونس يعني هذو ما معاركهم الطاحنة هذو ما متاع المواقع ومتاع الاستباق الأحداث ومتاع أنه المؤتمر القادم لحركة النهض حرفت النهضة عندها 40 سنة عندها 40 سنة مع تزعيمها الأبدية ذاك رشد الغنوشي إلى أن يرث الله الأرض وما علي وحتى معنتها القيادات الكبيرة اللي اللي لقات المنفذ خرجت يعني مش جديد تتذكر رسالة المياه اللي حسب وحبوا يحسب ويسحبوا الثيقة ولي حبوا يعملوا يعني والصراع بين السقور وما يسمى بالحمائم حتى وما كانش فما حمائم اليوم أنا أعفق حتى في اعتقادي النهضة ما عاش نجم تحكي عليها من نهار تلي وقف زعيمها قدام المجلس بقاطع النظار على 25 جويلة وأسباب وتداعيات وواء أنه شوف وقت اليوقوف قدام المجلس وعمل ساعتين ومجاه تقريبا إلا أنفار بعض الأنفار هزروح ومشافي كرهبته انتهي انتهي اليوم أنت الانتخابات وين يقوي على النهضة تقول متسطرة أنتي فما 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 معناتها مترشحين يعني يتقدموا باسم حركة نظر ولكن انتهي الناس مش تستنى في في المشهد الناس خبيرتهم الناس عرفت متع ذيك اللي قال لك معناتها الناس اللي تخاف ربي وكلمة لن يجب أن ننساوره ماذا مش ننساوره رحي السياسة إنجازات والسياسة التجارب والسياسة هي اللي تحل العينين وهي تحلم شفنا شفنا إنجازات النهضة اليوم ما يعملوا مؤتمر ما يعملوش يخرجوا قيادة جديدة ما يخرجوش منسوب للونيسي ما هوش منسوب للونيسي هذاك هو الخطاب هذاك هو الخطاب وهذاك ما يدور في داخل النهضة وهو ما ما يحبوش يخرجوا ما يشكلهم ولكن في نهاية المطاف معناتها الرأي العام ما عادش معناتها كل يخزروا لهم على السلسة كانوا بديل ربما معناتها في وقت النهاء قدمور ويحم على أساس بديل وقاعدتها كل كلمة هذي كمتاع ناس تخاف ربي هذا يا جمعة بن عليها وعملوا في البلاد وتركونا ولا والبلاد فرشت والبلاد بركت والفساد وي 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 وقفش الفساد اليوم شجعتهم القوى الخارجية على الأموال المساد راويني الأموال المنهوبة ويني يعني شنية الإنجازات ما كنت حبوا ما تحبوا ولا فما من نوع من اللهم كيفاش ناس تحن الماضي كيفاش ناس تحكي على برقيبة وكيفاش ناس تحن أعملوا إنجازات برقيبة توا مع الحد يحكي عليه إمتوما المدارسة اللي قاعدة البلاد تعلموا فينا في ولادنا والجامعات ونا هذوكم إنجازات برقيبة أسبدارات كيف كيف أعملوا إنجازات وتفوقها لبرقيبة وبعد الغيوه من تاريخكم أعملوا تاريخ لرواحكم قولوا هاي إنجازات ما هوش صنعنا هوش خلينا التونس هاوش عملنا التونس هاو الأجيال اللي قاعدة تحرق في روحها اليوم قاعدة ترمي في البحر وقاعدة تهج تهج كي تقول تهج يعني اليوم التطبة المهندسين الأساذة غيروا قاعدين مع تهاربين من بلاد أعملوا إنجازات تنسبوها لوح وتقولوا هذي تونس اليوم معنت المشهد مرشح ومفتوح على كل سيناريو وعلى كل التوقعات يعني اليوم التونسي ما أنت اللي يقعد عمرنا ما تصورنا تونس اليوم تحكي تقعد بالساعتين اللي تسوع بشي شري باقيت حكي عليه سعبتي فورات في مقال أخير استحدث معنا استعاد ذكرياته في الحرب العالمية الثانية سعبتي فوراتي نواجهوله تحية كبيرة اللي قال كنا نخذوا بونو كنا نخذوا بونو باش نشريوا كيلو كيلو فهيرين أو كيلو سطر هذي حرب العالمية الثانية اليوم التونسي يقف بشي شري معنت هالباقيت تحبله سعتين وتمشي ما تلقاش معناه المواد الخيذائية الأساسية وما تلقاش معنتها وتلقى أسعار معنتها خيالية تشتودي انتي انتي هالتسريبه تمتع مش تهمني في حاجة شملي هالمستويات هذي همني في حاجة تحبوا تتلهاب بيكم أعملوا مؤتمركم وعملوا اللي تحبوا هي مقارات معظم سكر مش عملوا كيفش عملوا مؤتمر قيادتهم في السجون ولا في المهجر الناس اللي هي لا احنا ما نشقولوا في المهجر قلوا في الخارج خطروا لا 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 خاقا للحق لأنه فما ناس مع انت قرأت الأحداث وقفزت من السفينة وهربت مع انت هربت كي ما عملوا قبل كي ما عملوا قبل قرأوا لدهم في أكبر الجامعات قرأوا لعاشوا في أفضل في المدن الكبرى بين لندن وباريس والسويد وغيرها ومبعد تجي تحب تحكم تونس وتحب تفرض علينا انتهى هذيك انتهى التجربة مرت والتونسي مع انت لن يلدغ من الجحر مرتين نمشي للسيسة الخارجية هوق قدام زي دجارة الصباح اللي هي يعني نعرف صفحات العالمية المهمة نحكي على عنوان اردوغان في روسيا لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وبوتين يطالب برفع العقوبات أولا وتحت عنوان ديبلوماسية الحبوب عجبتني كلمة ديبلوماسية الحبوب هذي هي يعني اللقاء بوتينو أردوغان هو لقاء بوتينو أردوغان ولكن نحن الكلنا معنين به احنا مشني مشكلتنا في الله كنا نحكيوا على الخبس مشكلتنا في الحبوب اللي ما جيتش في الحبوب اللي ناخذوا فيهم الروسيا من الأوكرانية وفي الأرعاء في الأسعار اللي معنتها ارتفعت بجراء الحرب هذي هذي كان لغة الناس تعمل في السياسة الناس تتحكم في المشهد احنا في دور آخر احنا في دور نستنعوا ما بعد اللقاءات هذه وانهم يرجعوا الاتفاق اللي يتوقف قبل العام بسبب معنتها القصف والصراعات في البحر الأحمر وانه في البحر الأسود البحر الأسود وانه معنتها بوتين وقف منع حبور هذه السفن الأوكرانية المحملة اللقاء أيضا أردوغان يفرض في نفسه إصلاح ما يمكن إصلاحه بعد قمة الحلف الأطلاطي في فيلنيوز وانه اللي يقبل انه دخول السويد في العضوية وانه معنتها يتراجع تقريبا على وعود سابقة بوتين كان واضح انه فما ست دول هذه الأفريقية اللي قال بشعتيها مجانا الحبوب حتى هذا مازال متأخر يعني تقريبا الكلام هذا تقال عنده أكثر من شهرين ولكن فما حاجة اللي يلزمها تتقال الحقيقة فيما يتعلق بالديبلوماسية ديبلوماسية الحبوب وديبلوماسية أردوغان أردوغان تتفق معاه تختلف معاه عنده حساباته وعنده مصالحه ودعم الإسلام السياسي وعمل كثير من الكوارثي أمريكيا والغرب دعمه الإسلام السياسي ولكن وقت اللي تحكي أردوغان وديبلوماسيته فيما يتعلق بصالح بلاده يعرف وقتاش ينحني للعاصفة أردوغان عمل المستحيلات صلح علاقاته بدول خليش الكل عمل مسالحة مع مصر شفناه في الألعاب في كاس العالم في الدوحة مشي معنتها صافحهم الكل وكلامهم الكل وعمل معنتها مشي للسعودية كدي سعودية مع تبع أزمة 2016 وخاشق جيوان وكل حرب الكلامية والتصريحات اليوم أردوغان قاعد ياخه في المشاريع قاعد ياخه في التمويلات قاعد يرجع في العلاقات متاعه قاعد يفرط بلاده حتى الإسلام السياسي اليوم أردوغان واجدي غنيم حار وبعث الأردوغان أكثر من رسالة هو مقيم في تركيا باش ياخه باسبور وباش ياخه إقامة ومحتوهش يعني معنتها كتقول مع فهوم الديبلوماسية راي لعبة مصالح مهيش معنتها مكابرة مهيش معنتها كلام عندك ولا معندكش يعرف مصلحة بلاده يعرف وقتاش ينحنين العاصفة يعرف وقتاش يدفع على بلاده وهنا معنتها يمكن بش ندخلوا موضوع في موضوع الموقف الأخير لسويد وبعد حملة مع تحرق المصاحف واللي قاعدة تصير يعني بين السويد وبين دنمارك فهمت وقت اللي صار تماما سفارة العراق العراق أول واحدة سحبت السفير متاحها وجيبت سفيرها بعدها طبعا إيران بعد تركيا وبعدها طبعا دول إسلامية أخرى كيفاش العراق تيخل علينا القيادة في الأمور هذية المهم في هذا عملية الضغط والتهديد بوقف الصادرات من البلدين جيبت انتيجها اليوم فاما نص مشروع معنتما تروح في الحكومة في السويد إنه التنقيح هذا إنه يمنع حرق المصاحف يحرم الكتب المقدسة بالضغط هذيك إذا كان هذيك وكان جيد الضغط هذيك يخدم في قضايا أخرى متنجمش دول العربية والإسلامية تفرضوا في أمور أخرى متنجمش تفرضوا في التطبيع متنجمش تفرضوا في مصالحها متنجمش تفرضوا يعني في إنها تفك معنطها موقعها في العالميا ولكن هذيك هي لعبة مصالحاني معنتها أنت حكيت على لعبة دونك هنا إردوغان عنده أوراق يعرف وقته يلعب الورقة يعرف وقته يسحب ورقة وهذا الكل لمصلحة دولته حتى من أوراق كعظوا في الحلف الأطلسي يعني قاعد يحسبوله في حساب يعني تركيا عندها حساب كبير يعني حتى وقت الحلف الأطلسي موجود في أفغانستين الوجود التركي في أفغانستين يعملوا له ألف حساب اليوم تركيا صوتها أيضا في توسيع الحلف الأطلسي صوتها اليوم في الوساطة مع بوتين واليوم فما الجمعة هذية قمت مجموعة العشرين أيضا في الهند والحضور متع السين كل العالم يتحرك حب نقول لك مريم العالم يتحرك وأحنا وين من كل هذا العالم يتحرك وشركات اقتصادية وأمنية وأسكرية وإفريقيا تتغير وإفريقيا تتغير تتغير مش عشاكل عن وقع الإنقلابات وغير الإنقلابات بالأسف بطرق أخرى ولكن اليوم فما قمة منيخ مثلا قاعدة تصير في كينيا في كينيا يعني مهم زادا فما تتغير إفريقيا تتغير إفريقيا اليوم مثلا وزيرة الخارجية الفرنسية في جريدة Le Monde تقول فرنسة أفريقية تتغير depuis bien longtemps نعرف ليس صحيح معنا كلم للإستهلاك نعرف يعني وجود فرنسة في إفريقيا العالم يتغير قوة قاعدة تسعد للأسف في بعض الدول الإفريقية بالإنقلابات وبالعسكر ولكن هذا يدل على فما جيو-politis موط فما تحركات كبيرة برشا المناخ في إفريقيا وانتي قلت إنو دون توسا وإحنا في كل هذا هو ما خاض هو ما خاض إش بش يخرج معنا تأسكو فما نظام عالمي بش يكون أسوأ ولا أفضل من اللي إحنا عايشين وبعد الكوفيد وبعد الحروبات وبعد وبعد هذي مسألة أخرى ما هذي مسألة أخرى العالم قاعدة يتحرك تحالفات البريكس الجيفان يعني اللي ساير الكل معنتها فما تحركات فما نزعى للبحث على التخلص من الهيمنة الأمريكية والدولار والدولار وفما زاد الهيمنة الأمريكية اللي خليت أوروبا بكلها تستسلم للإهداف الأمريكية وإن أوروبا مش الخرجية الخاصر الأكبر من هذه الحرب بين روسيا وإكرانيا لعدة حسابات واعتبارات تقول ينتهت منذ زمان الفرنس الفرقية كما هذا رأوا ما هوش لما اعتقدش أنه للاستهلك الإعلامي لأنه فعلا الواقع على أفريقيا يعني تقريبا فرنسا الضرب في كل الاتجاهات يعني مسلسل الانقلابات النيجر مالي فوركي نافاسو الأخير القابون يعني الكل ومعناتها في اتجاه أنه الهيمن متاع فرنسا وفما تشوف كتب عنتي الأحداث هذية والصور اللي جاتنا مع هذه الانقلابات يعني القابون 55 عام من حكم البنغو من الأب عمر بنغو إلى ابن علي بنغو يعني ومشيت للقابون وتشوف القابون وقلق بلاد بثروات الغبية النفطية 90% من الغبات وثروات جميلة جدا ولكن ولكن اللي خلق وثرو مليون دابتون بارك تقريبا أقل دويد مي اللي يقلق ولي خوف على وقع هالتطلعات نجم أنت تظهر لك من بعيد كأني تطلعات متاع شعوب للحرية أنها تتخلص من هيمينة المستعمر الفيرنسي من الاستعمار الكلاسيكي اللي تغاع ليها على سرق التثروات وغير وغير اللي يقلق اللي خوف تقريبا تقريبا في كل الانقلابات شفنا صورة متداولة أنه الشارع فرحان شارع فرحان ويأيد في الانقلابين ولكن ثم صورة أخرى أنه ناس اللي تعايت الفاغنير ناس تعايت البوتين يعني أنت مهاش مش تستبدل الحاضر برغبة إفريقية أنها تواجهة مع أنت تصنع من إفريقيا قوة وتصنع من إفريقيا اقتصاد 54 دولة عندها ثروات وممكن تتكامل ولكن تبحث عن بديل في الفاغنير ويغيره وممكن يكون أحسن وممكن يكون أسوأ وعليش ما يخرش البديل منها من إفريقيا إفريقيا تحب ما زالت الانعي تاق ما زال مسارش ما زالت الخطوة الأساسية كيف ستكون وإحنا من شمال إفريقيا إلى إفريقيا في هذا الكل أعتقد أنه وزير الخارجية ما هوش في القمة المناخ أعتقد هو في القاهرة في القاهرة واجتماع وزراء الخارجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية سيكون نعني مش نسبق لك الأحداث سيكون بيان كلاسيكي ككل بيانات السابقة لدعم وتأييد القضية الفلسطينية اللي الناس الكل والأسف ما زالت التاجر فيها البارح وزير خارجية إسرائيل ونختم بهذا كان في البحرين دشنا سفارة بلاده يعني في المنامة ونقول هذيك هي يعني ما عادش منامة للأسف هوا هكذا هما تنقلوا لهم للبيت رب يحميه أما لكن في داخل على أرض هناك شعب وهناك شاب وهناك جيل يولد من جيني من جديد من جينين إلى رمالة إلى غزة إلى القدس إلى غيرها هو الذي لن يستسلم ولن يبيع واخسارة فمانيس عادة تجربة هذا شكرا لك شكرا لك شكرا لك كنت ضيفتي اليوم في ديك ختال